والله أولاً يعني في فك يعني للاشتباك لازم يعني أو فضل لو لازم يكون واضح يعني واضح أنه في انقسام كان فعلي في حركة سايحون هي بدأت كتيار ضاغط في لحظة من اللحظات وهي تيار الضاغط كان هو له رأي واضح من الحزب الحاكم في ذلك التوغيد وإن غسمت مجموعة سايحون بالتأكيد نتيجة ذلك جزء يدبع للمؤتمر الوطني ويعوده سير الختم أدروب وآخرين وزهب في إطار دعم الحكومة والمؤتمر الوطني والجزء الآخر ظل في شأنه وظل له آراء واضحة تجاه السياسات الحكومية الحالية ومضى في دربه وأسمع نفسه بمبادرة الإصلاح والتنمية ويقوده فتح العليم إبراهيم الجزء الرأى أنه طيار ضغط هو أول من اتصل بالحركة الشعبية في أحد اجتماعاتها بهاديس أبابا وهو أول من التغى بالأمين العام وناغش موضوع الأسرة يعني الجهد الأول واضح أنه الفضل الأول وصاحب الصبغي في هذه المسألة هو كان للمبادرة الأولى كانت لمجموعة السائحون مبادرة الإصلاح والتنمية ولو لاحظت أنه حتى بين الحركة الشعبية بعد إطلاق صلاح الأسرة لم يشير لمنوا من السائحون الذي غام بهذه الجهود وإنما شكر الرئيس الوغندي وشكر الرئيس الوغندي وشكر الشيخ الزرك طيبة والسائحون وأكد أن هذه المبادرة كلها غامت من أجل مبادرة تعود ريعها لصالح أسير تم غتله في فترة من الفترات بمعسكر الأمم المتحدة وتم التصفيته هو العميد أحمد بحر هجانة وللذين لا يعرفون أحمد بحر هجانة هو أيضا كان ضابطا في الجيش السوداني ثم التحق بعد اتفاقية السلام وانضم إلى الحركة الشعبية في كادوكلي وحدثت الإشكالات الأخيرة أي بان الانتخابات الماضية وتمرد عبد العزيز الحلو والتحق بالتمرد وفي النهاية تم غتله هذه الأمور يمكن أن نقول أن نغسمها بين إثنين حركة السائحون تيار الضغط كانت لها المجهودات الأولى وأما حركة السائحون الوطنيون الحالية هي استفادت من بعض الضعم الحكومي وأصبحت جزء من العملية الحالية باعتبار أن الحكومة لديها لوجيستيك واضحة وتستطيع أن تحرك من تريد وابتعست هؤلاء وهنا الآن أصبح جزء من العملية ولكن ده لا ينفي من ناحية مهنية أن نقول أن المسؤول بالصليب الأحمر الآن في المؤتمر قال أن هناك جهود قام بها الصيد طارق المعتصم وهو حلقة الوصل الأساسية وهو قال أنه سهر أكثر من 8 أيام متواصلة من أجل إطلاق هؤلاء الأسرة كما غام موسفيني بذات الوقت وقف ساعة كاملة حتى تكتمل هذه الترتيبة